بعيداً عن المواد الكيميائية غير المناسبة للجلد بشكل عام ولطبقة الجلد الرقيقة تحت العيون بشكل خاص هناك الكثير من المكونات الطبيعية التي تحل مشكلة الهالات وتحافظ على العيون إليك بعضاً منها الطماطم هي حل فعال للتخلص من الهالات فهي تجعل البشرة مشرقة وذات ملمس ناعم كل ما عليك القيام به هو مزج كميتين متساويتين من عصير الطماطم وعصير الليمون ووضعه تحت عينيك ثم تركه عشر دقائق وبعد ذلك اغسله بالماء كرري هذا العلاج على الأقل مرتين في اليوم ويمكنك أيضاً شرب عصير الطماطم مع الليمون والنعناع لمعالجة المشكلة من الداخل قشري حبة بطاطا وبشوريها لتحصل على بعض من عصير البطاطا ثم خذي كرة من القطن وغمسيها في العصير أغمزي عينيك وضعي هذه الكرات عليها بحيث تغطي كاملة منطقة الهالات السوداء وتركيها لمدة عشر دقائق ثم اغسلي وجهك بالماء البارد أسلوب بسيط آخر للتخلص من الهالات السوداء انقعي كيس الشاي ويفضل أن يكون شاي بابونج أو أكياس الشاي الأخضر في الماء وتركيها حتى تبرد ثم طبقيها على عينيك إن الاستعمال المنتظم للحليب البارد يخفف من ظهور الهالات السوداء وكذلك فهو يرطب العيون والجلد اغمسي كرة من القطن في الحليب البارد ويفضل أن يكون طازجا ثم ضعي الكرات على عينيك لمدة عشر دقائق إلى ربع ساعة ثم اغسلي وجهك بالماء العادي قومي باستخدام كمادات من عصير البرتقال قبل النوم حيث يساعد في التخلص من الهالات واخلطي ملعقة من عصير البرتقال مع ملعقة من الجلاسرين وطبقي هذا الخليط على الهالات السوداء سوف يعطيك توهجا لعينيك علاوة على إزالة الهالات حولها